لن أعطي دواء مجهداً ولا قتالاً ولن أقوم بأي عملية بقصد الإجهاد أو الأذى هذا جزء من قسم أبقرات اللي خانه الطبيب السوري علاء موسى الطبيب اللي أصدر المدعي العام الألماني تمديد توقيفه بتهمة قتل المتظاهرين في سوريا الادعاء الألماني وجه أمس اتهام لعلاء موسى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالفترة اللي كان بيشتغل فيها بما شافي مخابرات أسل جرائم علاء الطبيب كانت أبعد ما تكون عن الإنسانية منها وفاة معتقل بعد ساعات من تعرضه للضرب بإنبوب بلاستيكي على إيد علاء ومو بس هيك علاء حرق طفل بهدف التعذيب بمنطقة حساسة علاء وبعد ما استغل موجة هروب السوريين برى سوريا وصل لألمانيا وهنيك انكشف من الشهادات على علاء كان الفيديو اللي عملته الجزيرة بالتعاون مع مجلة ألمانية قبل اعتقاله بفترة طبعا من وقتها كنت أنا بقسم الإسعاف إجت سيارة سيارة إسعاف ولزلوا منها شخص قالوا أنه هذا مسلح طبعا هني ما بقوله متضارب بقوله مسلح بهذا الوقت كان علاء بوسى كمان كان موجود بقسم الإسعاف فإجه على هذا الشخص وطبعا نزله تيابه حط كحول على العضو الذكري وشعله بالإداحة من القصص الثانية اللي بذكرها أنه أنه هو يقام بعمل جراحة عمل جراحة لأحد المصابين وعمل جراحة عظمية كبير هو مان ومؤهل حتى يقوم بهذا العمل والأكتر من هيك أنه طلع بيحكي بأنه أنا قمت بهذا العمل الجراحي من الألف لأليام لأنه بالنهاية هو موقوف فأنه منتعلم فيه والأبشع من هذا الجزء حكى أنه أنا مددت الكسر وقامت بنص العمل الجراحة بدون أي وسيلة تخيير ومعنى أنه كان هو عم يشتغل بالمريض والمريض بحالة صحه وكانه المحامي السوري أنور البني أكد أنه الملف رح ينحل للمحكمة ونشر نص بيان الإدعاء الألماني ضد علاء على صفحته الشخصية باللغة العربية بعد نشر الخبر على صفحة أوريانت كان التفاعل كبير مع بيان المحكمة واتهام العلاء بالجرائم مثل رجاء اللي قالت هاي ذنب الحية وهيك عامل كيف راس الأفعال اللي بعده موجود كيف دفن الناس وهن الأحياء الله ينتقم منهم ومن هيك نظام فاشي أما يوسف علق الكويم الديروح الدنيا صغيرة والله كريم لحيجي لك يوم على الكفار ما بيمر أنت وأسدك أما يوسف علق على أمل أن تلقى بقية العصابة الحكم العادل الجرائم اللي ارتكبه أما الشريف علق هي أفعالهم وحقيقة وهذا قليل ما فعلوه من المعتقلات المجرم كل أفرع الإجرام تنتهج أساليب لا يستوعبوا عقل بشري شكرا